تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أتوجه بالتحية إلى جميع النساء المغربيات في القرى وفي المدن وإلى جميع النساء العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة فبلدنا الحمد لله عرفت هذه السنة واحد السنة مهمة وتاريخية بالنسبة للمرأة اللي كان فيها الخطاب الملكي السامي صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله دي العيد العرش 30 يوليوز حيث أكد جلالته على ضرورة تمكين المرأة من حقوقها كاملة وولوجها لجميع مجالات التنمية فالحكومة المغربية قامت بمجهودات جبارة في هذه السنة منها أولا خلق اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكان أشتغلنا أيضا على تنزيل منظومة الحماية ضد العنف حماية النساء ضحايا العنف بحيث تم تنزيل مركز للإيواء الاستعجالي للنساء في كل إقليم في المملكة في 2022 وهذا وحد الإنجاز مهم جدا كما تم أيضا إطلاق عدد من البرامج لتمكين الاقتصادي للنساء سواء برنامج فرصة أو برنامج أوراش وأيضا برنامج جسر للتمكين والرياضة التي أطلقته وزارة تضام الإدماج والأسرة وأيضا نريد أن نشير إلى أنه اهتداءا بتوجيهات الملكية السامية اشتغلت الحكومة جميع القطاعات على عدد من المشاورات والتواصل مع جميع الفاعلين في المجتمع بحيث كانت هناك لقاءات قطعية مع جميع القطاعات كان هناك لقاءات مع المجتمع المدني كانت ندوى المناظرة الأولى حول المرأة والأسرة والتنمية وعدد من المناظرات في الأحزاب في المجتمع المدني في القطاع الخاص في كما قلت القطاعات جميع القطاعات وهذا مكننا من بلورة واحد الرؤية واحد المشروع مشروع ديال الخطة الوطنية الخطة الحكومية الثالثة اللي غادي تم تقديمها خلال اللقاء اللي تكلم عليه السيد الوزير واللي غادي ترأسه السيد رئيس الحكومة اللي غادي يكون في 17 مارس المقبل واللي غادي نقدم فيه هاد المشروع ديال الخطة الحكومية الثالثة اللي غادي فيه أيضا محور ماشي محور فيه برنامج مهم جدا بين المرامج اللي غادي تتعرض اللي هو مغرب التمكين والرياضة وقبل من يعني نكمل كلمة ديالين بغي نشير إلى أنه عدرجة اليوم من نيويورك هاد الصباح وكان يومين بدون توقف في نيويورك وكان تقديم كل منجزات اللي حقتها بلدنا هذه السنة وصراحة كانت تنويه بالمغرب في جميع المحافل واللقاءات اللي حضرنا فيها كانت تنويه سواء من المنتدى الدولي أو من الدول العربية واللي كانت تنويه كبير بما حققه المغرب هو بالمقاربات المبدعة اللي جاء بها المغرب خاصة في اعتماد الرقمنا في التمكين الاقتصادي للنساء سواء في تسجيل النساء في المنصات الرقمية لتسهيل عملية الولوج لهذه الخدمات وأيضا لاعتماد الرقمنا في التكوين وأيضا مقاربة مبدعة كاقتصاد الرعاية يعني احنا في المنطقة دينا هم اللي رائدين في هاد الفكرة دي اقتصاد الرعاية وأيضا في كما قلت في اعتماد الرقمنا كانت تنويه كبير بمجهودة المغرب وتنشكركم وتنسمنا لجاوبة على الأسئلة ديالكم شكرا لكم واليوم أيضا كان تعيين ديال أعدد من النساء في المسؤولية فكان نعنيهم جميعا ترجمة نانسي قنقر